السلام عليكم ورحمة الله اخواني الافاضل اينما كنتم حياكم الله نحن اليوم السبت 26 اكتوبر 2011 والساعة 2019 والساعة العاشرة ودقيقة واحدة بتوقيت الجزائر الزلفلون اخواني اخر الاخر الاشياء اللي ممكن وصلت الى العالم هي شعار يتنحح اوقاع شعار يتنحح اوقاع ترجموه اخوانا اللبنانيين لتعرفوا انهم في مظاهرات واحتجاجات منذ عدة ايام تجاوزت العشرة ايام الان فترجموه الى اللهجة اللبنانية بمعنى تنعل تنعل او كليتكن صراحة ان تجين اللهجة اللبنانية صعبة بمعنى تنقلعوا كلكم فترجمت يتنحح اوقاع اذا هذا الشعار اصبح الان يترجم الى لهجات ولغات اخرى وهو اخوانا اللبنانيون يبدأون به والحقيقة ليس فقط اللبنانيون ففي العراق ايضا هناك انتفاضة ولكن في العراق الانتفاضة دموية فالجماعة اللي جاءت على دبابات امريكية من طهران وها هي تحكم بالدبابات الامريكية والايرانية والجماعات الايرانية المرتبطة بها اطلقت النار وقتلت العشرات بين امس واليوم وهناك رد فعل شعبي بحرق مقرات الميليشيات والاحزاب المرتبطة بايران لان الميليشيات والاحزاب المرتبطة بايران طلقت تعليمات من ان هذه الثورة في العراق كما في لبنان في الحقيقة من انها ضد المقاومة ضد محور المقاومة عندما تنتفذ الشعوب على الطغيان وعلى الفساد وعلى النهب وعلى الخراب واحد يقول لك هذه ضد البلاد واحد يقول لك هذه مؤامرة خارجية واحد يقول لك مقرر بهم واحد يقول لك ضد محور المقاومة يا اخي فيقول الناس انتم يا من تسكنون المناطق الخضراء عندنا احنا المنطقة الخضراء وعندهم هما المنطقة الخضراء وعندنا كلوب ديبا هذو الجماعة اللي ييشوا في المنطقة الخضراء وفي كلوب ديبا يعيشوا في عالم اخر في عالم اخر تعمل الذات له شهواته امواله سياراته طائرات واشياء رهيبة ومناصب عليا بينما الناس الناس كاي اللي ما يجد لا يجد قوة يومه كاي اللي لا يجد قوة يومه ينسب قول تقد إلى سيدنا علي رضي الله عنه إذ يقول عجبت لمن لا يجد قوة يومه لا يخرج شاهرا سيفه هذا القول نسب لابو الضر الغفار كما ينسب لسيدنا علي وأي كان القائل فهو احد كبار الصحابة وهو يعبر عن حقيقة الألم الذين لا يجدون قوة يومهم الذين لا يجدون ما يأكلون الذين لا يجدون ما يسكنون الذين لا يجدون أين يعملون الذين لا يجدون مدارس حقيقة مدارس ولا مستشفيات حقيقة مستشفيات ما تريدونهم أن يفعلوا أن يركنوا للظالم أن يتسولوا الفتات كما يفعل بعض أن يبيعوا ضمائرهم ودمامهم وأحيانا أكثر من ذلك تصل إلى الأجساد ماذا تريدونهم أن يفعلوا يا طغاة سواء كنتم طغاة باسم الدين والدين منكم بريء أو طغاة باسم العلمانية والعلمانية منكم بريء أو طغاة باسم التطور والليبرالية والتطور الليبرالي منكم بريء ماذا تريدون للشعوب المسحوقة المهمشة المطحونة أن تفعل وهي ترى ليس فقط قوتها ينهب منها علنا ولكن أيضا كرمتها ولقد شهد الجزائريون واحدة من حلقات الكرامة في بن صالح والحقيقة أن الشعارات أمس والكتابات أول أمس والشعارات أمس خاصة شيء مهول ضد هذا الخائن من العجيب أن هذا الخائن وديبلوماسيته ووزير خارجيته قال لك السعودية تشيد بحنكة الدبلوماسية الجزائرية دبلوماسية أبو منشار دبلوماسية الذي أرسل عملاءه لتقطيع صحفي إربن إربن بالمنشار في قنصلية في بلد خارجي في قنصلية لها الحماية الدبلوماسية هذه السعودية أصبحت تشيد بحنكة الدبلوماسية الجزائرية دعونا نرى هذه الحنكة على السريع يعني حنكتها مثلا في فتح الأجواء للفرنسيس واحتلال مالي وأصبحت الدبلوماسية الجزائرية دبلوماسية الثوار والثورة المفروض أصبحت تخدم بياع عند فرنسيس عند القولون عند قوى الاستعمار أم أن حنكتها تتمثل مثلا في دعم الصين في قهر المسلمين لديها وأنها تكون مع الصين حتى ويتأخذ الأطفال من عند أمهاتهم وأبائهم بشيرجعهم صينيين ملحدين وليس مسلمين مع أبائهم أم دبلوماسية هذا النظام وهذه العصابة هو ما فعله بن صالح أمام بوتين في قمة الإدلال والتذلل في قمة الإهانة والاستكانة في قمة الخضوع والركون وكأنه شرط الحي وكأنه مسؤول الأمن لكريملين أو في أفضل الأحوال أنه وزير داخلية الكريملين ذهب يقدم له التقرير وإنها بضعة عناصر بعض العناصر والإعلام ينفخ فيها لا شيء طمئن سيد القيصر لا شيء ملياراتنا ستأتيكم لشراء الخردة طمئن سفنكم ستمر عبرنا وسنزودها بالكريزوين والمزوت وبالطاقة بلا مقابل طمئن طائراتكم أنتم أيضا عندما تحتاج أن تمر على أجوائنا وعلى بيوتنا طمئن فقد عطينا حتى للفرنسيين هذه الأجواء وللأمريكيين طمئن طمئن يا قيصر فنحن لك عملاء فلا تحزن سنخضع هذا الشعب والله ما تخضعه ولن تخضعه أبدا هذا الشعب خرج وقد خرج هذه المرة لكي لا يعود إلا بالعزة والكرامة إذن هذه الدبلوماسية اليوم التقت اشتلقت إشادة من خائن الحرمين وأقولها وأنا أعرف ما أقول وليس خادم الحرمين إشادة لأن الجزائر أصبحت ضعيفة أصبحت دولات مثل الإمارات ومثل السعودية ومثل القطر ومثل هذه تصنع السياسة الخارجية العربية وفي المنطقة العربية وأصبحت دول صغيرة تتحكم في الجزائر إمارات تتحكم في الجزائر ما الذي دعاك أن تذهب إلى الإمارات ثلاث مرات منذ أن بدأ الحراك يا قيد صالح هذه العبارة أدخلت أحد كبار المجاهدين إلى السجن ولا زال أسيراً معتقلاً حيا الله الأخضر برقع ومن معه حيا الله الأحرار الذين يعتقلون اليوم والذين هم أكثر حرية والذين هم واجهوا وهم يعرفون أنهم سيدخلون السجون حيا الله أخوانا في كل مكان حيا الله الذين اعتقلوا في العاصمة والذين اعتقلوا في عنابة والذين اعتقلوا في سمستغانم والذين اعتقلوا في بجاية والذين اعتقلوا في ورقلة والذين اعتقلوا في تلمسان والذين اعتقلوا في المدية والذين اعتقلوا في باتنا أو في أي مكان لغواط في أي مكان حيا الله الأحرار أنتم الأحرار ستنتصر هذه البلاد وسيذكركم التاريخ بأحرف من نور لأنكم تضحون وأنتم كنتم تعرفون أنكم ستعتقلون على الأرجح إذن هذه الدبلوماسية التي أشاد بها اليوم خائن الحرامين هي دبلوماسية في الحقيقة الخضوع والركون الجزائر التي كان مهما يقال في فترة بومديا ولدين الكثير مما نقوله لكنها في الحقيقة لم نصل إلى هذا الذل إطلاقا لم نصل إلى هذه الإهانات إطلاقا لم نصل إلى هذا الجبن إطلاقا لا يمكن أي مقارنة صراحة الشعب سيزحف أول نوفمبر وقبل أول نوفمبر سيزحف على العاصمة ملايين رهما مقررين العاصمة ولأن الملايين مقررين العاصمة فإنه الرعب انتقل إلى الطرف ليس الآخر لقد انتقل الرعب إلى الطرف الخائن الطرف الخائن الذي أرسل بن صالح وما كان بن صالح ليقول ما قال لأنه في الحقيقة خطاباته يجب أن تمر على الحاكم الأعلى على الولي الفقيه الجزائري على خائن البلاد قائد الأركان طبعا لا تمر عليه هو شخصيا فهو مستوى رابع تدائي لا يفقه فيها شيء إنما تمر على كبار الحنوشة الذين معه ذهبوا قالوا يذهب إلى بوتين اذهب اطلبنا شفنا وشعونا بوتين طبعا بوتين سيسقي عونكم مكاش مشكل زيدوه الملايير من أمواق قوت الشعب الجزائري افتحوا له الأجواء هو أيضا افتحوا له قواعد هو أيضا وسيساعدكم لملاء فبوتين ساعد بشار انظروا إلى سوريا هنا وصلت اليوم لكي ينجو بشار هدمت سوريا هدمت سوريا لكي ينجو بشار اليوم لأن الرعب انتقل إلى الطرف الخائن ولا أقول الطرف الآخر فإن ما يسمى باتصالات الجزائر تهدد بل تعلن صراحة من أن ولذلك ربما اليوم العدد قد يكون أقل من الأيام القادمة اليوم أو من الأيام الماضية على الفيسبوك وعلى التويت وعلى اليوتيوب قالت هذه اتصالات الجزائر من أن هناك إصلاحات ستقوم بها ويجب أن تقوم بها ابتداء من ليلة السبت اليوم يعني من اليوم ليلة الأحد إلى الجمعة إلى نهاية يوم الجمعة يعني في الأيام التي يستعد فيها الشعب الجزائري لواحدة من أعظم الخرجات والمظاهرات والاحتجاجات ربما في تاريخه على الإطلاق نعتقد أن أول نوفمبر هذه ستكون أعظم جمعة وأكبر جمعة وأخطر جمعة وربما ستكون جمعة بداية النهاية قد تكون جمعة بداية النهاية الرعب انتقل فعلا للطرف الآخر إذن أصبحت القضية بالنسبة إليهم هو إجراء عمليات صيانة الصيانة تأتيهم الآن مثل تتذكرون هذه الصيانة تتذكرون صيانة الدروج نتعى البريد المركزي تتذكرونها ها هي مغلقة الآن منذ خمسة أشهر أو يزيد يعني من رمضان تقريبا مغلقة قال لك راح ين خايفين على الدروج لا يطيحوا راح ينفقط يثبتوهم ليح ويركزوهم ليح يديروهم دعامات ومكاش مشكل يعني ها هو مغلق لأن البريد المركزي كان أحد رمز كبير للثورة الشعبية الجزائية تتذكرون النفق الجامعي تتذكرون نفق الجامعي ما زال يغلق كل جمعة وكل ثلاثة لكي يقطعوا المظاهرات والاحتجاجات لكي لا يجعلها ترتبط لكي لا تعم ولا تكبر هذه هي الصيانة التي تأتيهم طبعا قالوا أننا ذاك أنهم ألقاوا إرهاب وإرهابيين وعملية إرهابية ستكون هل سمعتم عنها شيء؟ لم نسمع عنها من بعد شيء مثل الإرهابيين اللي قالوا أنهم ألقاهم في تزيوزو في فترة معينة هل سمعتم عنهم شيء؟ لكن هذا الرعب يتمثل الآن ليس فقط في محاولة غلق الأنترنت مباشرة وصراحة طبعا هناك محاولات أخرى أغلق الآن ليس مئات الآن وبدأت تصلني كثير من الانتصالات والمعلومات الآن آلاف المواقع وآلاف صفحات أغلقت في هذه الأسبوع الأخيرة وهناك من يفتح بعد عشر دقائق يغلقونه عشر دقائق خمس دقائق ساعة هناك من خلاص يفتح مرة واثنين وثلاثة وعشرين وخمسين ومئة مرة ومن البلد اللي فيهم من بلد خارجي ومن أمريكا ومن الصين ومن ويغلقونه يعني تكنولوجيا اللي يتبع فيها الفيسبوك تعال الإمارات بشكل خاص لأن اللي وراء هذا الإغلاق للصفحات الجزائرية هو فيسبوك الإمارات أي الرقيب الإقليمي اللي وضعته فيسبوك لكي تأخذ مليارات الدولارات من عند الإمارات أعطتها الحق بأن تغلق كل ما يكتب بالعربية أو صادر من بلد عربي في كل هؤلاء الإمارات تغلق كما تشاء وتفعل ما تشاء الآن فيه غضب شديد وأنا نقول لإخواني هذو اللي رأم غاضبون لأنهم يغلقونهم في الصفحات ويغلقونهم في الحسابات وما يتركوا مش خلوا الحسابات لا 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 تغلقوا يجب أن نفكر دائما في البدائل ومن البدائل كان بدائل الإنستجرام، التويتر، اليوتيوب، هذا بدائل ولكن كان بدائل أخرى أيضا الشارع اللي رأم في الداخل الشارع، الحيوط الجدران، الكتابة في الجدران اللي كنت راح تكتبوا بوست في الفيسبوك، كتبوا في جدار نصباح بكري قبل الفجر وكتب، ولا في الليل وكتب ولا في النهار وكتب، وقتلي ناسبك خمس كلمات، عشر كلمات، الشعارات تجيب نتائج في كل الجدران وإذا لازم الأمر حتى في وسائل بعض وسائل نقلهم تابع عليهم هم ولكن خلونا نبدأ بالجدران في البداية بشرط أن لا يكون إفساد للبيئة أو للطبيعة يعني أن يكون بشكل جميل وأن يكون إذن لا تحزن وإذا كنت في الخارج عام المنشير وحطوا هلهم في القنصليات وفي السفارة نتاحهم وإذا ما استضعش هذا ولا ذاك دير جروب في الواتساب، دير جروب في شيء وشجع الناس دير دي بوست وابعث الناس اللي ما زال عندهم صفحات هم ينشروها لا تأسوش، ما تضعفوش هذه معركة هذه معركة، بعض إخوانكم ويأخوضونها منذ أكثر من عشرين سنة يجب أن نستمر وكان جاءت المعارك ساهلة وكان رهي جاء الناس مقاومين ومناضلين ومجاهدين لا أيضا من بين الرعب اللي راه ينتقل لهم إذا كنا شنا قضية المغاربية وغلقها ومحاولات نتاع الغلق الآن أيضا ما زالت مستمرة يعني ما زالت مستمرة تخفيض الانترنت بطريقة الحال الذباب والتشويه الرهيب ولم يكفيهم عدة مقرات للذباب قال لك جايد صالح راح يدشن غدا مركز للحرب الإلكترونية وين؟ في مقر في البليدة مقر ناحية العسكرية الأولى يعني جايد صالح راح يفهم في الحرب الإلكترونية يا إخوان صدقون اللي يعرفوه يقولوا ما يعرفش يفتح الكمبيوتر لا يعرف أن يفتح الكمبيوتر فما ما بالك أن يكتب في حرفين لا يعرف وش معنى ها إيميل لا يعرف وش معنى ها إيميل فما ما بالك تجي تقول له أنت يوتيوب وتقول له هو بنسبة لي قاها عشب اللي يلقع خضر هادي قاعد تع تليفزيون راح تبدل شكالها وانتهى الموضوع إذن قالك راح يفتتح هذا الحرب الإلكترونية طعا شنو هي الحرب الإلكترونية؟ هو الذباب نظام الجزائري عندما عجز عن أي شيء أصبح همه الوحيد هو إعادة إنتاج نفسه إعادة إنتاج العصابة فالذباب الآن بعشرات الألف كاين في بعض الثكنات في بعض القطاعات أصبحت كتائب كلها تشتغل دباب حتموهم حتى يكتبوا لي من عندهم قالوا لي رانا مرات بهم نظريا نسبوك يعدوا قدامنا بس حكي نكونوا في أماكن أخرى ننقلوا شيء أخرى وحتى نديروا الكواج واحدة أخرين ليقول غير يعني لكل الناس اللي ناشطين من الأحرار اللي يحبوهم اللي يعرفينهم يدافعوا على البلاد ككل إذن قاية صالح راح يفتح مركز دباب سماوه الحرب الإلكترونية هذه الحرب الإلكترونية على من الشعب الجزائري قبل سنوات خمس سنوات قالوا كان المهرج سلال رئيس حكومة فقالوا أنه فيه اختراقات وأنه حدثت في عدة أماكن في العالم وأنهم يخضوا بريطانيا وقعت لاختراقات ويبدو أن الروس كانوا راههم في الصينيين وأمريكا ووقفوا لهم عدة مستشفيات فقالوا محنا الحمد لله كلش ما يمشيش بالإنترنت ما يقدروا يحبسونه حتى الشي هذه هي العقلية اللي يمشيين بها يعني الإنترنت شديدة تخلف الجزائري شديدة تخلف ومارات الناس كيوصل عندها 10 ميج و 15 ميج تعتبرها حاجة انتصار عادي بلدان عادي عندها 100 ميج عادي بلدان عادي عندها 100 ميج كيلي وصلوا لـ 300 ميج و 500 ميج كيلي هم داخلي على الجيل الخامس طبيعة الحال إذا رح يبدأ في بعض البلدان بدأ فهذا التخلف هو كان فرحان سلل قلوا الحمد لله ما عندهم ما يخترقون كل شي يمشي بلا أنترنت بدون أنترنت فهذا جايد صالح إذن رح يفتتح غدا مركز للذباب الإلكتروني سماوه تأدبا وتصلعا المركز الحرب الإلكترونية في الحقيقة هذا العبط لا يكتمل إذا شفنا ما فعل وزير العدل كما يسمونه ولليوم القضاة وصفوه بالنرجسية المريضة وصف دقيق فهذا هذا زقماتي اللي كان ياخذ الأوامر وحيانا السب والشتم شكرا للأخ اللي تبرع بخمسين أورو بارك الله فيكم تأكدوا أن هذه التبرعات بإذن الله ستذهب فيما يخدم قضية الحرية في الجزائر وأساسا للحفاظ على صفحات الفيسبوك واليوتيوب التي رأي تتعرض إلى أشياء شتى من الهجومات ولذلك نضطر أن ندفع حتى لليوتيوب وللفيسبوك لكي على الأقل أن نحميها بنوع من الحماية طبعا هذه الشركات شركات نهب تريد الأموال عموما هذا الزقمات اللي كان يتلقى الأوامر أحيانا بالسبب والبذاءات أيام كان نائب عام ثم لما تجاوز حدوده شوية واضغط عليه الحنوشة أنتع توفيق لما عاد بوتفليقة طرده شر طرده لطرده هو السعيد بطبيعة الحالة لما عاد وعاد مع اتفاقية فالدوغراس لتحميه فيه أوروبا تحمي بوتفليقة وخوته فطبعا طرد زقماتي شر طرده فزقماتي بكل العقد التي حدثت له عايد الآن ينتقم من القضاة وهو إذ ينتقم فهو يريد أن يظهر الجيد صالح بأنه رأى تحت الجلو بكيش مشكل أنت أومر برك سيدي الجيد سيدي الجيد أنت أومر فقط نحن سننفذ إرادتك وما فوق إرادتك وما تفكر فيه أنت قبل أن تقوله حتى إذن طبعا شفنا بعض القضاة اللي كانت تصرفهم قانوني اللي أطلقوا بعض المعتقالين اللي انتقموا لهم انتقام شديد انتقام شديد وما زال انتقام ما زال الانتقام في الحقيقة الآن بدأ يمس أكثر من نصف القضاة ثلث آلاف قاضي بالضبط 1998 قاضي تم تحويلهم قرار تحويلهم يوم الخميس أول أمس يعني تخيلوا الآن رنى في نهاية أكتوبر الآن بمعنى أن شكرا للأخ الفاضل أيضا اللي اتبرع الآن أو الأخت الآن رنى في نهاية أكتوبر فإذا بالجماعة يتخذون قرار شكرا للأخ البرع من كندا مرحبا بك أو الأخت يقومون باتخاذ قرار بتحويل ثلث آلاف قاضي 1998 قاضي يا سيدي قموا به قموا به في سبتمبر قموا به في جوي قموا به في أوت لا هذا حتى لو كانوا عندهم الحق شكرا للفاضلين أيضا اللي اتبرعوا الآن لكن عندهم الحق أساسا تقوم بتقريبا نصف القضاة أو يزيد قليلا تقوم بتحويلهم وأنت في تقريبا نصف العام يعني عندهم مدارس عندهم أسر عندهم هذا الشيء ثانيا لماذا هذا التعينات لماذا فالحقيقة لأنهم يريدون أن يؤدبوا القضاة الذين لا أقول قاموهم القضاة فقط لطبقوا القانون يريد أن يؤدبوهم قانونهم الآن ليس هناك قانون المكتوب القانون الآن هو قانون الحنوشة هو قانون تليفون هو قضاة تليفون فيريدون أن يؤدبوهم ربما القاضي لما يكلموا رئيس مخابرات برصبة ليتنا ولا كابيتان في بلدية أو في دائرة أو في ولاية حتى يقول له شوف هذا كان ماذا بنا يرشى في الحبس مثلا فالقاضي يقول له شوف الله هنا راح نطبق القانون يعني ربما يرد عليه هاك أو يرسله يقول له احنا سنطبق القانون هؤلاء الآن ينتقمون منهم هؤلاء ليسوا قضاة يقاومونهم ويناظلون لا 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 قليل جدا من القضاة من يفعل ذلك ربما في السر نحن نتكلم فقط على الذين يريدون تطبيق القانون فقط بكل ما فيه من مساوى يقومون بمجزرة فيهم اذا هذا هدف من الاهداف ايضا من الاهداف ايضا هو انه هذه المنظمة هذه سانديكا ناسيونال كما يسموها دي ماجيستر من النقابة الوطنية للقضاة بدت تتكلم على استقلالية القضاء استقلالية القضاء قاعدوا يقولون لهم انتم واش تحسبوه راحكم في السويد ولا في سويسرا واش من استقلالية القضاء هذا الليك تفكر فيه ايه والدستور يقول استقلالية القضاء وفاس السلطات والسلطات التنفيذية وحدها والسلطة القضاء ايه الدستور يا حنش لا لا واش من دستور هذا الدستور تحت رجلين الحنوشة وتحت رجلين الجنيرالات دستور يدو منه واش يحبوهم فقط يدوهم واش يحبو كيجي حاجة تفيدهم هاك ياخذوها كما الاغلبية اللي ما تخدم ما تعجبهم ايه ما كان اذا هذه النقابة الان اللي بالمناسبة نحيي الاحرار اللي فيها اللي راهم يحاولوا يراد اخضاح يراد اخضاح واليوم رد الفعل انتاع هذا الزجماتي النرجسي كما سموه شكرا للفاضلين والفاضلات اللي يتبرعوا الآن بارك الله فيكم لرد اليوم قال لهم اي واحد يتحرك لان القضاءات اعلنوا اضراب من غدا من امتدام من غدا الحقيقة اعلنوا عسيان مدني قالوا اضراب غير محدود هذا عسيان مدني هذا عسيان مدني اذا هددهم اليوم اليوم اصدر تهديد وتهديد كبير ضدهم وخوفهم وان اللي يتحرك هاكم عارفين راه ضد القانون وراه كذا وراه كذا في الحقيقة تخويف وانا اقول لاخواني القضاءات هذا تخويف وتخويف فقط لن يستطيعوا ان يفعلوا شيء لن يستطيعوا ان يفعلوا شيء اذا ثبتتم فعنتم اعدادكم اقل شيء راه نصف نصف المعنيين بهذه المجزرة نصف القضاءات معنيين بهذه المجزرة اذا اقل شيء شكرا لكل افاضل اللي يتبرعوا الان ايضا برك الله فيكم وفاضل الفضليات من الاحرار الذين يؤمنون بمعركة الحرية ومعركة الدولة المدنية وبمعركة ان هذه البلاد ليست للبايع وانها ستعود ستعود وستنهض وستنتصر وستكون باذن الله بعد بضع سنين بلد يضرب به الامثال باذن الله اذا قلت هؤلاء القضاءات في وقع الامر هي القضية ثباتكم اذا ثبتتونهم ما عندهم ما يديروا وين يروحوا نحن يجيبوا ثلثلاف قاضي ولا ربعلاف قاضي لو كان ما يمشوش القضاءات كلهم ونادعوا كل القضاءات ان يقفوا مع اخوانهم رغم القضاءات اللي ما يقفوش مع اخوانهم بعد قرار نقابع رغم ما يعتبرهم الشعب تأكدوا من ذلك لان القضاءات الآن وهم يتحركون رغم يتحركوا لأسباب فيها جزء شخصي ذاتي يعنيهم مباشرة مهني وفيها جزء يعني الامة ككل اللي هو استقلالية القضاء فنحن في كافة الاحوال سواء في الذاتي او في العام فنحن مع القضاء المستقل ومع قضاء الحرية القضاء استقلالية القضاء اللي ما يمشوش مع أخوتهم ويروحوا يخدموا بينما أخوانهم راح نديروا إضراء من غدوة راه الشعب سيحتقرهم موش فقط سيحتقرهم سيعقبهم في الوقت المناسب وأنا شخصيا لو كان نسأل يوما ما على هؤلاء كيف يكون معنا الموقف منهم نقول بله هؤلاء يجب أن يشطبوا إلى الأبد شكرا لكل أفاضل والفضليات لرامد برعو الآن أيضا إذن قلت لك نسأل يوما ما هو رأيي في القضاء اللي ممشوش مع الإضراب لقراته النقاب الوطني للقضاء أو للقضاء يجب أن يشطبوا نهائيا لا قل من الوظيفة القضائية منا من الوظيفة العامة تماما لأن المعركة رانا في ثورة هذا أقل الأشياء هذا إذا لم يعاقبوا خطر أخرى بالسجن حتى لأن خيانا أنكم تخونون شعب يا من لم تمضوا أو لم تمضوا غدا في هذه المعركة اللي يخذوها اليوم القضاء الأحرار لنشدوا على أيديهم وندعمهم بكل ما أتينا وسنقف إلى جانبهم بكل ما أتينا بإذن الله أحرار الشعب أبناء الشعب وبنات المتظاهرين والمحتجين والغاضبين والثائرين سيقومون معكم وسيرفعون وسيدافعون عنكم ويوم الثلاثاء الشباب والطلب واللي يخرجوا راح ندافعوا بقوة عن استقلالة القضاء بقوة استقلالة القضاء مصلحة لنا جميعا وندعو له جميعا في كافة الأحوال وتحت أي ظرف حي الله كل أحرار اللي يرامي تبرعوا الآن بوركتم وبورك في أموالكم إن شاء الله إذن قلت هذا موقف حاسب ما فيش لعب إخواني الدعم معركة القضاء أقل ما فيها ندعمهم في قضية الاستقلالية القضاء كما ندعمهم لأن القاضي يكون مرتاح وما يكونش تحت الضغوطات وما يكونش تحت تخويف وما يكونش تحت راهو يستقيم بطبعه إلا القلة اللي هما رغموا ومتع رشوة ومتع فساد ومتع إجرام هدوان عارفينهم موجودين في القضاء للأسف وربما يشكلون حتى في حدود ثلف لكن راهي أغلبية من القضاء إذا وجدت الدعم الشعبي وستجده بإذن الله راهي ستمضي في المعركة وهاهو الكلام اللي كنت أقول لكم فيه إخواني أمس للأسف ما جبش كاس المليون معايا فراحنا نعطش وانا نتكلم إذن قلت في في أمس وانا نتكلم قلت بأن الظروف وتصرفات هذه العصابة هي في حد ذاتها ستخلق مقاومة لها لأنها لأنها بطبيعة الأشياء بطبيعة الأشياء مستفزة تستفز أبناء الشعب وتتذلل لقواء الخارجية تذلل هالقواء الخارجية سيغضي بالشعب وشفنا أجدار بن صالح فإذا الشعب كيف يرى قاصة أمس واستفزازها لأبناء الشعب القضاءات المحامين الولات الإداريين مش الولات الولات للأسف ربما تلقى فيهم خمسة واللسطة اللي يصرحوا الولات إلى الإداريين الماليين المعلمين الأساتذة وراه كان فيه أيضا إضرابات كان فيه الأسبوع الماضي للابتداء لأساتذة الابتدائي وراه فيه إضراب جاي بعد يومين للنقابات حي الله النقابات الحرة ومواقفها ها هو التصعيد ها هو يجي التصعيد واللي كانوا دايما يسألوا وشنوه هو العسيان المدني ها هو غدا القضاءات عندما يقررون بالتوقف نهائيا عن النظر أو العمل القضائي وهم الآن يقولوا لفترة غير محدودة فهذا عسيان مدني بل هذا عسيان مدني هارد شديد قوي مش صوفت ومن بين الأسباب أيضا هو أنهم إضافة كما قلت لتكسر النقابة معاقبة الذين طبقوا القانون وشفنا عدة أمثلة إظهار الآن أن غير صالح ما يقوم به هو العصابة معاه هو استبدال كل الذين كانوا في مناصب حساسة أو في مناصب مهمة أو في مناصب ذات طبيعة خاصة مثل القضاء استبدالهم من الرزمة الثانية تعالعصابة وهذا رأي يحدث في الجيش شكرا لكل الأفاضل الذين تبرعوا الآن أيضا هذا رأي يحدث في الجيش رأي يقام بعمليات رفعج يعني بكل ما تعنيه الكلمة باش يدير الموالين له أو اللي يعتقد أنه موالين له شكرا لكم جميعا إخواني يعطيكم الصحة وأخواتي هذا مهم جدا نفهمه كل التغييرات اللي تمت سواء في الولايات سواء في مجلس القضاء أو محاكم من قبل الآن هذا الأعدان تعالقضات دخل الجيش دخل الدبلوماسية سفراء قناصلة كلها هدفها أن تأتي بالذين سبحوني عن العبارة هذه يلحسون الرونجيرس حتى يكون ولي نعمتهم هو القيد صالح ويحنوش اللي رأي محاكمين الآن وليس الفريق اللي كان سابق واللي رأي في السجن الآن لا علاقة له لا بالدولة ولا بمصالح الشعب ولا بخدمة الناس لا علاقة له إطلاقا إنما عصابة تطرد في عصابة وتأتي بالأشخاص الرجال والنساء الذين يكون لها في قمة الموالات هذه هي الأهداف لهذه المجزرة اللي قاموا بها وهي تحويل 1998 قاضي مرة واحدة لم تحدث تاريخ ولا أعتقد أن أحدث في أي بلد لم تحدث تاريخ الجزائري فيما أعرف ولا أعتقد أن أحدث في أي بلد أن تقوم بأكثر من نصف القضاء وكان عملي تنفي في وقتاش تقريبا في وسط العام وهذا تقريبا كلهم عندهم أسر وأطفال كيف يعني أحيانا الصلة الأسر تشتت خاصة إذا كانت القاضية هي المعنية هنا قاضية وليس قاضي وين تروح للقاضية الأم وتخليه لها داوين وحيانا نقلوها من عنابة إلى إلى تامن راس وحيانا من تامن راس إلى أدرار واللي في أدرار من أدرار إلى إلى مغنية وهكذا حيانا مرات يكون نقل يفوت ألف كيلومتر أو ألف خمسمائة كيلومتر تعذيب حقيقي يعني إخواني القضاء إذن أثبتوا واعلموا بإذن الله أن الشعب معكم وسترفع الشعارات لدعمكم امتدان من غدا وسيخرج معكم الناس إذا قررتم الخروج والتظاهر سيخرج معكم الناس خذوها من عندي الحمد لله لأننا نعرف شعبنا ونعرف كيف يفكر حيا الله حيا الله الأحرار والحرارات والحرائر اللي هم تبرعوا الآن نعرف كيف يفكر شعبنا وإذا خرجتم كما فعلتم في البدايات فاعلموا بأن الشعب سينضم إليكم وبل سيرفعكم حتى على أكتافه إذا لازم الأمر هذه معركتنا جميعا معركة الاستقلال القضاء وأيضا الأمور التي تخصكم بالمعقول هي معركة الشعب يجب القاضي أن يعيش في جو يسمح له بأن لا يكون يخضع للرشوة وأن لا يخضع للفسد فإذا أفسد يعاقب عقابا شديدا هناك أيضا خبر يتعلق بالجنرال بن حديد اللي بالمناسبة أنا سبق وقلت بأن لدينا ملاحظة عليه خاصة ما فعله في بشار ولكن يبقى يبقى الجنرال بن حديد أنه مقارنة مع الجنرال الآخرين أنه بعيد في الأمور صراحة بعيد بعيد عليه فقط يا إخواني لمرة تسألوني الآن ركمة 13 ألف في الفيسبوك وأكثر من 25 ألف في اليوتيوب فمرحبا بكم جميعا إذن قلت الجنرال بن حديد حسين بن حديد وهو مجاهد وكان من بين أصغر المجاهدين اللي ينضم إلى الثورة ووصل إلى رتبة جنرال وخدمه في الناحية العسكرية الثالثة كما خدمه في قبل أن يصبح مستشار لزروال ولكنه استقال استقال وكان موقف رجولي حقيقة حينما استقال لما شاف أن زروال كان ضعيف حتى هو من البداية قال لزروال قال له بأن الطريقة لك تمشي بها رح تنهيك فيما بعد وصدق بن حديد استقالت 96 وما حدث بعد 96 كانت مآسي كانت عبارة عن مجازر هائلة وكانت أن تنبأ بها بن حديد وفي النهاية سقط زروال والجنات اللي معاه وإلى آخره ولذلك نتقموا منه من بعد وهو ينتقم منه الآن القايد صالح في الوقت اللي استقال في الوقت اللي استقال شوفوا هما تقريبا كانوا معا كيف كيف لأن اللي خلف قايد صالح في الناحية العسكرية الثالثة في عام 93 اللي خلفه هو بن حديد في حين أن القايد صالح أعطاه قوة برية قايد القوة البرية كثاني أهم جيش وظيفة عسكرية أو منصب عسكري في البلاد بعد قايد الأركان فإن بن حديد لم يكنوا مطمئين لكثير لأنه كان ضد الإنقلاب في الأساس وهو قال هذا الكلام إضافة إلى ذلك أنه كان ضد سيطرة كابرانات فرنسا على الحكم أيام زروال وطالب زروال بالقيام بما يجي بالقيام به لكن قال هو صرحة مرة فتحة قال أنه زروال ضعيف زروال ضعيف ولم يقدر على المواجه وشفنا ما دفعنا فيما بعد ثم في 2014 2015 قال متكلم كلام قوي جدا عن القايد صالح هو لذلك ينتقم منه الآن لأن المرة الأخيرة هذه اللي سجنوا فيها ما قال شيء شيء مزعج لأي إن كان إنما هو يريد أن ينتقم منه لأنه قال في 2014 و2015 أن القايد صالح لا يفقه شيء مستوى هتافه عنده مستوى ضعيف جدا لم يدخل أي كليات حربية معتبرة لم يدخل إلى مدارس قيادة الأركان فكيف يكون قايد الأركان إلى آخره مجموعة من هذه الأشياء حيا الله كل أحرار الحرائر اللهم يتبرعوا بارك الله فيكم إذن فهو ينتقم منه شر انتقام الآن الأخبار تقول أنه أصيب بشلل وأنه في حالة مرضية سيئة شدا وأنه قد يتوفى دخل السجن وأنا أحمل من هنا قايد صالح والحنوشة اللي معاه حياة هذا الرجل أنتم مسؤولين على حياته وإذا توفى دخل السجن فهذا انتقام منه وهذه جريمة تضاف إلى جرائمكم البشعة وهي جريمة تحدث الآن في الوقت الشعب الجزائري ثائرا فيه فيه أيضا فيه أخبار على محاولات نحاول نكون مختصر شوية باش منطولش أكثر الآن فيه أخبار ربما أخونا أمير رح تكلم عليها غدوة وبعد غدوة تفاصيل في الحقيقة على محاولة شراء ذمم صف الجنود وصف الضباط فيه ملف كامل بما فيه الزيادات بالنقاط الاستدلالية زيادات فليبريم باش يشروع صف الجند وصف الضباط طبعا الضباط أعطاوا لهم بلا حدود أعطاوا لهم قبل شهرين وثلاثة شفنا كانت خرجت كيفاش أعطاوا لهم منح وقروض قروض على مدى بعيد ومنح لا ترد إلى آخره المهم شراء شراء الولاء وهم يعتقدون أنهم بهذا بزيادة مليون ونص مليون وثلاث ملايين وزراج ملايين للشهر للجنود للعسكريين خاصة صف الجند وصف الضباط أنهم سيشترونه أنا أقول لمن فكر في هذا والوثيقة على أساس أنها سرية شفت وثيقكم كلها باء منظورة وهم غدوة إن شاء الله والله بعد غدوة ينشرها أخونا أمير لا سرية وليتهم ما تقدرش تحافظوا حتى على وثيقكم السرية ما كنش قادر يتحافظوا عليها إذن قلت الأحرار والله لن تستطيعوا تشروهم بملء الأرض ذهبا كنت مدوا لهم ملء الأرض تاع ذهب ما تشروهم بش والأقدار رك تقدرش ريه بسوندويت وشفناهم أحيانا بسوندويت تاع كاشير ومنه جاءت العبارة الشهيرة تاع كاشيريست إذن القضية رهي قضية شهانة ورجولة وأنا نقول لإخواني اللي يديروا الماء الزيادة دوها من حقكم هذه دوها من حقكم لكن قلو لهم ما يقوله المثال الجزائري يقول لك يمين العقون في صدره يمين الأخرص في صدره من إخواني اللي يبتلوا بالخارص وما ي عندهم يعني ما ما يقدرش يتكلموا فإيمينوا كي يحلف من أنت ما تسمعوش في القالب يعني فإحنا أيضا الجيش وجيشنا والشرطة والدرك إخواتنا والجيش هذا رهي مع الحراك ورهي مع الثورة في الأغلب الأعام مع بعض العناصر الفاسدة والمجرمة هذه نجدان في كل مكان لكن الأغلب الأعام لكن هم يعتقدون أنه الزيادات هذه راح تتديهم للولاء فإذا ما أعلنوا حالة قمع أو حالة طوارئ أو يكونوا في يديهم يكونوا في يديهم واحد رأس ألني هنا بركتب الإنجليزية حتى وإن كانت شوية إنجليزية مكسرة قال لماذا هذا التبرع التبرع هذا لدعم صفحتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيسبوك وما استطعنا سواء المعتقل أو اللي خصته حاجة أو قدر المستطع لكن أساسا هو قضية خاصة أنا قلتها يعني قضية خاصة لمواضيع خاصة وهو دعم الأصوات الحرة تداء من هذه الصفحتين اللي رأموا يوصلوكم لأننا بالأسف نضطر الآن إلى أعطاء نديروا أدز نديروا بيبليسيتي للفيسبوك وراح يبدأ أيضا مع اليوتيوب حتى ما يخرجوناش تماما من 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 هذه المعركة لأن كيف يخرجون يضعفونها أنا صفحتي ما قدرواش يغلقوها بعد ما كتبت عليها بعض ربما قرأوا بعض الكتابات بالإنجليزية إلى آخره فضعفوها إلى درجة 80% ما يشوفوهاش مؤخرا لما بدأنا نحطوه لها البيبليسيتي بالفلوس راه يوصلت إلى 40-45-50% معناها ما زال 50% آخرين من الناس ما يشوفوهاش فيسبوك يخبيها فهي معركة بيننا وبينهم هذا فقط للتوضيح لمن أراد أن التوضيح من إخواننا إذن قلت وهي أمورة بسيطة على كل حال ما يش حاجة ولكن هذا البسيط وهذا الصغير رغم ما تدروش مرات كيف تكون البركة راي تكون بركة حقيقية يعني وتفيد أحيانا الناس رغم كين أحيانا إخوانكم ينتقلوا من مدينة إلى مدينة خاصة اللي يروحوا للعاصمة ومرات والله ما هو في جيبه ما كاش اللي في جيبه باش يشري صندويج ومرات إخواننا يروحوا وشوفوا خوطهم هكذا يجمعوا لهم كاش ما باش يعاود يولي في الكار باش يعا راهي ثورة مهمشين أيضا راهي مش ثورة كل راهي ثورة تقريبا كل جزائرين وخاصة مهمشين والمسحوقين والمظلومين والمحقورين الذين أحيانا لا يجدون لا يجدون أحيانا رامكين أخوتكم اللي يتغدى ما يتعشاش يا إخوان رامكين أحيانا أخوتكم اللي ويضحكوا عليه لولاد واحد آخرين الصغار أو صباتوا مقطعة أو لبستوا مقطعة أو تبرعوا إخواني أنتم هناك اللي رام في الداخل خاصة ولي في الخارج تبرعوا مباشرة نحنا راه التبرع هذا راه ناره رمزي لكن التبرعات الحقيقي يقوموا بها مباشرة أنتم الداخل كل واحد اللي رام في الخارج يعرفوا نس في الداخل وحتى نس في الداخل اللي لبس عليهم أنصحهم بالتبرع راهوا ما نقص مال من صدق وراه كل ما تتبرع للناس وكل الفقراء والمساكين كل ما ربي يبارك لك في مالك وفي أهلك وفي صحتك وفي ويقول رسالسلام داووا مرضاكم بالصدقات عندي صديق مرة أخسم لي قال لي أنه ما شاف طبيب عشرين سنة وقال أنه كانت نيته الصادقة دائما وهذا مش بسيط باش ما تقولوش درويش هذا دكتور ودكتور كبير يعني ويحمل شهادتين مش فقط ودكتورة من واحدة من أكبر لتخصصات قال لكن كانت عندي قناعة راسخة هو أني عندما أمرض أقول هذا صدق للفقراء يمدها والفقراء المسلمين بالرغم أنه يعيش في بلد أوروبي ويرسلها يعني فقال أنه كان دائما يشعر بتحسن في صحته طبعا هذا ليس في كل حاجات يعني كان حاجات لازم تروح تشوف طبيب ولازم تعالج لكن ربما في الأشياء الخفيفة أو في الأشياء البسيطة أو الأشياء اللي مش معروفة أو إلى آخره يا جيد صالح ويا أبو عز وسيني ويا شنقريحة ويا لشخم ويا غيركم من الكمشة اللي يراكم هناك لن تشتروهم لا بمليون ولا بزوج ولا بعشر زيادة حتى لو كانتزيدوا لكل واحد عشر ملايين في الشهر هادلا بريم مش رح تدير شيء وبالمناسبة الزيادات فيها فروقات مرات هائلة ورهيبة على كل التفاصيل إذن قلت فقط لإخواننا شوفوا رانا في مرحلة الانتصار We are winning الإنجليزية يعني كالاستمرارية رانا في مرحلة الانتصار رانا نتقدم وهم يتأخرون نتوحد وهم يتشتتون نثبت وهم أرجلهم تتلاعب وهم كثير من الجنرالات اللي عندهم فلوات فخمة رو بحطينها للبيع سواء الجنرال السابقين أو اللاحقين اللي رهم الان كثير من اللي يدعو ديار والدو أراضي رهم يبيعوا فيها وأحيانا من السفر كثير من الوزراء ليس بقى الجنرالات وزراء جنرالات رانا نجم ورقواننا بالمال رهم يبيعوا ويبيعوا أحيانا بلص السعر عندي بعض إخواننا في أوروبا وحتى في كندا يقولوا لي حاو سوبركي يقولوا لي تعطينا هنا الفلوس الدار اللي كانت 29 مليار الفيلة 29 مليار هذه مرة تتحط الآن 8 ملايين أو 7 ملايين هذا دليل واضح ومهم للغاية على أن مرعوبين بكل ما تعنيه الكلمة وعلى أنهم في تحضيرهم للهروب الآن نرى مرة مرة يشيعوا ويقولوا بأنهم ربما يدروا حالة الطوارئ مع حالة الطوارئ أنا أقول لكم إذا داروا حالة الطوارئ معناها يكونوا دخلوا في مرحلة الجنون الكامل وفي نفس الوقت يكونوا بدأوا في مرحلة النهاية البائسة لهم سيدفعون أثمان غالية جدا لأن مهما كان مدمة الأمور سلمية إذا سلموا الحكم للشعب وانتهوا في نهاية الأمر إلى قرار عاقل بأنه من الأفضل أن يسلموا الحكم للشعب وأن يبقى الكثير منهم في مناصبهم وأن تكون دولة مدنية فهذا في مصلحتهم على الأقل يضمن الأجزاء من المال يرى عندهم يضمن ما يضطرس للهروب هم وأولادهم وأسرهم كل هذا لكن راهو نقول هلو نكررها راهو يطلاق رصاصة واحدة راهي الآن ميش تسعينات الآن ميش تسعينات الآن جزائرين كلهم عندهم تليفونات ولأخطعتوا الأنترنت راه كين مليون طريق الأنترنت وبالمناسبة نقولوا لإخواننا من الآن خاصة الخبراء في المجال هذا اكتبوا ونشروا واللي عنده تفاصيل يبعثها لي أنا ونشرها في الصفحاتي هنا الأنترنت لازم نلقاها طريقة كيفاش إذا قطعوها كيفاش ناس تجد طرق للتواصل هذه واحدة عمر الثاني قل الجنرالات إذن راهو كين الفضائيات وكين الأنترنت وحتى إذا اقطعتوا الأنترنت راه كين بدائل الأنترنت راهكم لن تستطيعوا أن تقيموا حربا خلف أسوار المغلقة كما فعلتوها في التسعينات ونضيف لكم شيء أن أسياتكم وأربابكم في الخارج من الروس إلى الفرنسيس إلى الأمريكان إلى الألمان إلى السبنيون إلى الطليان راههم لن يقبلوا أن تسيلوا الدماء خاصة الأوروبيين لأنهم عارفين أنه في أقل التقديرات عندهم خمسة مليون جزائر يصل إلى أوروبا إذا وصل خمسة مليون جزائر إلى أوروبا أعتبروا أن أوروبا انتهت وعلى أقل التحاد الأوروبي انتهى وأعتبروا الصعود اليمين المتطرف وانهيار الحكومات هذه تسمى الليبيرالية وهذا بالنسب لهم السيناريو مرعب حقيقة يعني إذن ما يخوفوناش إخواني بحل طوارئ وإذا لا قدر الله أصيبوا بالجنون وأعلنوها وبدأوا في عمليات ربما عنف فلكل حادث حديث لكن أظن أن لديهم حد أدنى لا أقول من الذكاء ولكن على الأقل من الفهم البسيط من أن أي عنف ضد الشعب هذه المرة سيدفعون ثمن ومضاعفا عشرات المرات حي الله إخواني الحرار في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلك كل من تبرع تبرع فنحن نشكر وشكرا كبيرا نعطيكم الصح ترجمة نانسي قنقر